من يحمل العلم الفلسطيني سيتم سجنه هذا ما تضمنه مشروع قانون قدمه حزب الليكود للكنيسة الصيوني حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو نص مشروع قانونه على أن المواطنين الذين يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدوة أو علم هيئات ليست صريقة للكيان سيكونون معرضين للسجن لمدة عامة مشروع القانون قدمه الليكود الصيوني على خلفية تظاهرة نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية يوم الحادي عشر من آب احتجاجا على قانون القومية الذي يمنح الصهاينة وحدهم حق تقرير المصير إضافة إلى خفض مستوى اللغة العربية إلى لغة ذات وضع خاصة الفلسطينيون رفعوا أعلام بلادهم خلال التظاهرة التي نظموها على ترابه أصلا وليس على تراب بلد آخر فلعل حزب الليكود اعتمد في مشروع القانون الذي اشتهاه على ما تعرف عليه في فنون المراسم والبروتوكولات من أنه لا يجوز لأفراد الجالية الأجنبية رفع أعلام بلادهم فوق منازلهم أو أماكن تجمعهم متناسيا أن الفلسطينيين هم أهل البلد الحقيقيين وليسوا جالية مشروع القانون سبقه تغريرة لنيتنياهو حرض من خلالها ضد الفلسطينيين حيث كتب فيها أن رفع العلم الفلسطيني بالتظاهرة دليل على ضرورة تشريع قانونية الدولة حزب الليكود الصيوني لم يتوقف عند هذا فحسب بل وأدار جملة حوارات مع مسؤولين كبار في حكومته من أجل دعم المشروع الذي سعى الاتحاد الأوروبي للتصويت ضد قانونيته والذي عده مثيرا للجدل وواصفا إياه بأنه يحمل رائحة العنصرية على أرضهم المسلوبة أصبح صعب على الفلسطينيين رؤية علمهم مرفوعا حتى في تظاهرة يعبر فيها عن حقوقهم